اشتركوا في القناة اعرف عين اليقين ان العرب هم اهل الحضارة منذ اقدم العصور وان توقف العجلة الحضارية جاء لسببين اساسيين السبب الاول هو الهجوم المغولي والسبب الثاني هو العدوان الصليبي واوروبا كاملة اجتمعت على الامة العربية اضف الى ذلك ان كل الكتب انشأ الصليبيون في الاندلس مدرسة طليطلة جيرارد الاكريموني ترجم جل الكتب العربية فيها كل هذه الكتب التي ترجموها الى اللغة اللاتينية والى اللغات الاوروبية كانوا ينتحلونها ويدعون انها لهم الطبيب في اوروبا حتى القرن الثامن عشر لا يعد طبيبا الا اذا كان عارفا وملما باللغة العربية ومطلعا عليها في مصادرها الاساسية الطب العربي انه عبارة عن ما ورثناه من اليونان او غير اليونان هذا كلام غير دقيق على الاطلاق احد كبار المستشرقين المختصين بالطب مؤرخ الطب يقول ان صفحة واحدة من كتبات ابن سينا في القانون في الطب تساوي خمسة الاف صفحة مما كتب جاليونوس وابوقراط دكتور سعد ارجوه ان يعمق النظر وان يعيد النظر فكل الكلام الذي تكلم به ارفضه جملة وتفصيلة لانه لا تقوم عليه حقيقة علمية واذا اردتم ان نعقد محاضرة ثانية ارد على اللي قال الدكتور سعد انا مستعد وجاهز لذلك الشيء الثاني الدكتور ياسين يقول العرب ليست لهم حضارة العرب هم اهل الحضارة يقول صاعد الاندلسي وهو من مؤرخي تاريخ الحضارات صاعد الاندلسي هذا الفيلسوف الكبير نعم هي هي صاعد الان بتقول ها العربي هو من تكلمه بالعربي نعم انا على اساس ان العرب هي اللسان نعم العرب ليست لهم حضارة بعد بعد الاسلام العرب هم اهل الحضارة قبل الاسلام وبعد الاسلام لانه لو لم تحول هذه العلوم الى اللسان العربي لما كان لها ان تبقى ولما كان لها ان تزدهر ولما كان لها ان تنتشر في العالم القديم كل من الصين شرقا الى فرانسا غربا الصينيون استفادوا من الطب العربي الاوروبيون استفادوا من الطب العربي حتى قبل مئة عام كانوا في الجامعات الفرنسية يدرسون شروح يكتبون شروحا على كتب ابن سينة المكتب الطبية في واشنطن كل المخطوطات العربية الطبية موجودة بين يديهم وهم يعكفون على دراستها ويستفيدون منها التراث العربي الطب العربي العلم العربي لم يفقد اهميته والقه واهميته حتى الان ولكننا فقدنا الثقة بانفسنا وفقدنا الثقة بامتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر